من الميادين السلام عليكم وإلى العنوين نحارب لتحرير بلدنا من القوات المحتلة سواء كانت تركية أو غير تركية الحشد الشعبي يؤكد استعدادا للتصدي لأي تدخل تركي في العراق وأردغان يحذر الحشد ويعلن تعزيز قواته على الحدود الجيش السوري يواصل عمليات الاستعادة مناطق السيطرة عليها المسلحون غرب حلب ويسعيد قرى عدة في ريفها الشمالي يوم دام في اليمن سبون شهيدا بغارات للتحالف السعودي إحداها استادفت سجنا في الحديدة عشية الانتخابات الرئاسية في لبنان عون يستعد للانتقال إلى بعبدة بعد دعوة منافس فرنجي للاقتراعي له بورقة بيضاء على أكثر من محور تحقق القوات العراقية المشتركة قدما مهما وسريعا في معركة تحرير الموصل تحول في خارطة المعارك في المحور الجنوبي والجنوبي الغربي للموصل تمثل بتحرير القوات العراقية لناحية الشورى وبدخول الحشد الشعبي على خط المواجهة بفتح المحور الغربي انطلاقا من الجنوب محمد الفات اشتركوا في القناة جبهات حامية على طول امتداد الشريط الجنوبي والجنوب الغربي للموصل بعد ان انطلقت المرحلة الجديدة من المعارك لدخول الشورى وفتح المحور الغربي انطلاقا من الجنوب تحررت الشورى على يد القوات المشتركة وفتح محور الغربي بتحرير عدد من القورى والمناطق الاستراتيجية على يد قوات الحشد الشعبي والله مع النواياتنا حالية جيدة جدا تقدم سريع يعني كل السريع والحمد لله والشكر داعش يعني باكو عدد هيش قليل فداحاولون يعني هيش يرميط لا طلقة طلقتين وعادي ماكو مشكلة وانشاء الله ما نتوقف الا بالموصل بحيال الله والحمد لله والشكر النصر قادم انشاء الله الخطة الجديدة للمعركة عززت بركن اساسي وهو العامل الانساني وكيفية التعامل معه ولسيما وان داعش يحاول الاعتماد عليه لعرقلة القوات المتقدمة فاثمرت عن سحب العشرات من العوائل وتأمين خروجهم مع التأكيد على ان القوات الامنية ستعمل على حماية المواطنين النازحين بدنا اليوم فجرا باذن الله تقدم بمحور منطقة عين الجحش بدأ التحرير من الصباح تقدمت القوات باتجاه المنطقة لحد الان منقفة صد قوي من العدو سيارة مفخخة ورماية بعيدة ان شاء الله التقدم استمر دخول الحجد الشعبي على مسرح العمليات بأكثر من محور باتجاه الغرب قد يعزز حالة الاندفاع وتضييق الخناق على داعش لجهة اغلاق كل المنافذ على التنظيم بعد ان كان بعيدا عن دائرة العمليات العسكرية المحور الغربي لمدينة الموصل سيكون مسرحا للعمليات بعد ان شرعت قوات الحجد الشعبي بفتح هذا المحور اذ حققت هذه العملية وفي ساعاتها الاولى عدد من المنجزات الميدانية محمد الفهد من جنوب غرب الموصل الميادين قوات الحجد الشعبي اعلن تحرير نحو عشقر بعد اطلاق عمليات تحرير تلعفر كانت قد بدأت عمليات عسكرية في غرب الموصل بهدف الوصول الى بلدة سلعفر على بعد نحو 55 كم من مدينة الموصل قطع اي خيار لفرار عمصر داعش باتجاه سوريا او اي تعزيز لدفاعاتهم هذا واكد ناطق باسم الحجد احمد الاسد استعدادا للمسامة في قتال داعش في سوريا بعد تحرير الاراضي العراقية الساحة العراقية والساحة السورية متداخلتان وانما عانيناه منذ اكثر من سنتين انما جاءنا من العصابات والجماعة الارهابية التي تجمعت تحت دعم من دول معروفة ومن مواقع بين في سوريا ثم مهاجمت العراق لذلك هذا التداخل يستدعي اننا في العراق بعد تضهير كل ارضنا من هذه العصابات الارهابية نحن على استعداد تام الذهاب الى اي مكان يكون فيه تهديد للامن القوم العراقي وبالتأكيد الساحة السورية مع ما فيها من تواجد هذه العصابات هي التهديد الاوسع والاكبر للساحة العراقية وهذا سيكون بالتأكيد من خلال التنسيق ما بين الحكومة العراقية ومن بين الحكومة السورية من جهة اكد المتحدث الأمني باسم الحشد الشعبي في العراق يوسف ألا كلاب بأن الحشد على اتمل السعداد لمواجهة القوات العراقية إذ رأت القيادة العراقية ضرورة التدخل عسكريا لوقف أي تدخل تركي في الشأن العراقي السيد رئيس هيئة الحشد في ذلك الوقت طلب من السفير التركي ومن الحكومة التركية أن فقط تخرج بتصريح لتدعم العراق وتندد بأعمال داعش في ذلك الوقت لم يتجرأ الحكومة التركية ولم تتجرأ أي مسؤول حكومة تركي من ذلك تحت داعي أن لديهم بعثة قنصلية هم موجودون كأسرى لدى داعش لذلك حقيقة نحن لا نتفت إلى هذا الكلام نحن أبناء الميدان نحن قوة عسكرية نرتبط بالقادة العام لقوات المسلحة إذا ما ارتأت القيادة أن هناك داعي للتصادم بالتأكيد سنكون على رأس القوات التي يكون لنا الفخر أن نحارب لتحرير بلدنا من القوات المحتلة سؤالة تركية أو غير تركية وكان الرئيس التركي رجب طيب أردغان قد هدد برد مختلف إذا أشع الحشد الشعبي الخوف في مدينة تلعافر العراقية كما قال أردغان كشف خلال حفل لمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية التركية أن بلادها ستعزز قواتها المنتشرة على طول الحدود العراقية إذا قام الحشد الشعبي بزرع الرعب هناك سيكون ردنا مختلفا وعلى أي حال المعلومات التي تلقناها من هناك لا تؤكد ذلك لا توجد أي تحركات في الوقت الراهن لقد تلقين معلومات تفيد بأن الحشد الشعبي تقدم حاليا إلى ثمانين كيلو مترا جنوبي الموصل إلا أن الظروف قد تغيرت قليلا بعد ذلك ولكن لا أعتقد أنها سوف تتقدم جديا موسيقى 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 إلى سوريا حيث أطلق الجيش وحلفاه عمليات عسكرية لاستعادة المناطق التي سيطر عليها المسلحون في ضحية الأسد بحلب الجيش السوري صد أيضا جنات للمسلحين على محاور عدة منها محور جمية الزهراء غرب حلب وسط دعم الطائرات الروسية إلى هذا وصع الجيش السوري من سيطرته في محيط المدينة الصناعية واستعاد قرى تل سسين وتل شعير وسفين وكفر قارس ومعمل اسمنت بالمسلمية ومدرسة المشات بيري في حلب الشمالي خلال الأيام الأخيرة التي أطلق فيها المسلح نجوما على حلب سشداء 28 مدنيا بالقذاف الصاروخية على الأحياء السكنية في قلب المدينة هكذا تبدو صورة المدنيين بالتزامن مع إطلاق المجموعات المسلحة ملحمة حلب الكبرى عشرات الضحايا من الأطفال والنساء نتيجة قصفهم للأحياء الغربية بالقذائف الصاروخية ارتفاع وطيرة قصف زاد من صعوبتها استخدام المسلحين لصواريخ جراد في قصفهم الأحياء السكنية في سبعة وشرين عشرة 2016 كان في عنا يوم الشهداء من الأطفال سبعة شهداء من الأطفال أنبارحة حوالي عشرين شهيد واليوم في عنا شهيد العدد الإجمالي تسعة وشرين شهيد عشرة أطفال خمسة نساء بالإضافة البقية من الرجال طبعاً سنحكي عن عدد من الإصابات المختلفة تقريباً 200 إصابة متنوعة استقبلهم المشافي الحكومية وحتى في بالخاصة مهاب طفل ثلاثة أعوام أصيب بإحدى قذائف المسلحين التي استهدفت المنطقة التي يقيم فيها شظايا القذيفة التي استقرت في أمعائه أودت مثيلاتها بحياة عشر أطفال إضافة لسبعة عشر مدنياً من سكان حلب نزل هو أبوه على البلد بدي يشتروا شوية غراض للسيارة أبوه بعد ما اشتروا الغراض وطلعوا وطبت القذيفة تصوى بالأب بإيده وأجره وتصوى بالولد في بطنه أوجبنا هنا على المشفلة هنا والولد صلوا نهارين بالعيناء المشددة والمبرحة المساء طالعوا نحن كنا بالسوق بالمنطقة السليمانية ورجعين على البيت معانا غراضنا نزلت قذيفتها وين جنبي أنا تصاوبت بظهري شظايا وابني بيأجروا وبيظهروا كماني ارتفاع عداد الشهداء والجرحة في حلب بات واقعاً تعيشه المدينة منذ سنوات سيناريو يتكرر مع كل هجوم للمسلحين على نقاط الجيش السوري وكأن الهدف لا يقتصر على الجانب العسكري وإنما لزرع شبح موت يهدد المدنيين في حلب استهداف الأحياء السكنية خطة المسلحين قبيل فتح أي جبهة استهداف دموي يدفع المدنيون ضريبته الكبرى في كل مرة تحاول فيها المجموعات المسلحة الاقتراب من أحياء مدينة حلب الغربية مجد ليلى حلب لقناة الميادين قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الأزمة السورية لن تجري تسويتها إلا بمواجهة للإرهاب والحفاظ على وحدة الأراضي واحترام رأي الشعب وخلال لقاء مناصقة شؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فدريكا موغاريني أكد روحاني أن على الجميع أن يدرك أن تسوية الأزمة لن تجري بالسبل العسكرية موغاريني وبعد مغادرتها طهران قالت أن لقاءتها تمثل بداية تعاون بين الاتحاد الأوروبي والقوى الإقليبية بشأن مستقبل سوريا أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيعرض على البرلمان إعادة العمل بعقوبة الاعدام مشيرا إلى الالتقادات الصادرة عن الدول الغربية بهذا الشأن لا قيمة لها أردوغان قال أنه متأكد من أن البرلمان سيوافق على هذا المقترح وسيوقع عندما يصل إليه من جهة الثانية طالبت الولايات المتحدة عائلات منظفية قنصلياتها في إسطنبول بمغادرة تركيا أحذرت من أن مجموعات المتطرفة تسعى إلى استدافي مواطنين أمريكيين هذا التحذير هو الثاني الذي تعمم الخارجية الأمريكية على مواطنها في تركيا في غدون أسبوع وفي النشاء بعض الفاصل كلينتون تستغرب ظهور معلومات جديدة في قضية بريده الإلكتروني قبل الانتخابات بأي أهلا بكم الجديد السشدة 70 شخصا وصيب العشارة في غارة التحالف الصعودي على مناطق يمنية متفرقة أمس ففي الحديدة سشدة 43 شخصا من نزلاء سجن أمن الزيدية في قصف للتحالف الصعودي استهدف المبنى وكان قد استشدة 17 شخصا بغارات على تعز وخمسة أشخاص بغارات على أحباب في مأرب كذلك سشدة 5 أشخاص من عائلة واحدة بغارة للتحالف الصعودي على رازح بصعدة سياسيا رفض الرئيس اليمني عبدربو منصور هادي الطرح الذي تقدم به المبوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لحل الأزمة اليمنية أعلن هادي في بيان الله بعد استقبله الأخيرة في الرياضة أن طرح الأممي يحمل بذور الحرب هادي دعا ولد الشيخ أحمد إلى إدراك متطلبات السلام في اليمن وإزالة ما وصفها بآثار الانقلاب من خلال انسحاب وتسليم السلاح وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلاح أعلن مسؤولنا في الخارجية اليمنية في صنع أن ما يشيعه الأعلام السعودي بشأن استداف الأماكن المقدسة يعبره عن حالة إفلاس بهدف إخفاء جرائم الحرب التي يرتكبه التحالف السعودي في اليمن وأضاف أن ما يرتكبه التحالف بحق الشعب اليمني يخالف كل القيام الإنسانية والقوانين الدولية وأكد أن الجيش واللجان الشعبية لا يسدفون المدنيين السعوديين ساعة حاسمة يعيشها لبنان نابق قبل التئام البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية في جلسة مرتقبة غدا الأثنين الكتل البرلمانية الوازنة أعلنت دعمها لانتخاب المرشح العماد ميشيل عون في الوقت الذي يستمر فيه رئيس تيار المرادة بخوض السباق الرئاسي لكنه دع المؤيدين له إلى الاقتراع له بورقة بيضاء تقرير عباس الصبخ قضية الأمر ميشيل عون رئيسا للجمهورية اللبنانية ما لم يحدث أمر طارئ خارج الحسابات المتوقعة الكتل البرلمانية الوازنة أعلنت دعمها لانتخاب رئيس تكتل التغيير والإصلاح في جلسة البرلمان الاثنين المقبل وحدها كتلة رئيس البرلمان نبيه بري ستعارض عون ومعها كتلة المرشح المنافس لعون رئيس تيار المرادة سليمان فرنجي فرنجي ومن دارة رئيس البرلمان دعا النواب المؤيدين له للاقتراع بأوراق بيضاء الترجحات تشير إلى أن عون سيحصل على غالبية ثلثي أصوات النواب الحريري وقبل ساعات من جلسة البرلمان صارح اللبنانيين مكررا تفاهمه مع خصمه السابق الجنرال عون استسلمت من زمان استسلمت من 14 شباط 2005 استسلمت لأنه أخذ مصلحة الشخصية بالانتقام أو مصلحة البلد فأنا أخذت مصلحة البلد بدوره بارك المفتي الشيخ عبداللطيف داريان مبادرة الحريري أتمنى التوفيق للعهد الجديد أن يكون لمصلحة لبنان ومصلحة اللبنانيين الرئيس سعد الحريري لم يترك فرصة إلا واقترح مبادرة لإنقاذ البلد وطبعا كان هناك الكثير من العقبات الآن جميع الأفريقاء تقريبا السياسيين تجاوبوا مع المبادرة الأخيرة لبنان أمام ساعات حاسمة قبل الإعلان رسميا عن إنهاء الشغور في سدة الرئاسة الذي بدأ في الرابع والعشرين من أيار مايو عام 2014 كتل البرلمانية الوازنة في لبنان أعلنت دعمها المرشحة لرئاسة البلاد العماد ميشيل عون وسط ترجيحات بنيله غالبية أصوات النواب في جلسة الانتخاب الأثنين المقبل عباس صباق بيروت الميادين المبعوث السعودي إلى لبنان وزير الشرور الخليجية ثامر السبهان التقى في بيروت رئيس المجلس النيابية لبناني نبي بره كتلة الأخيرة النيابية عقدت اجتماعا أعلنت في حرصها على تأمين النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتمسكها بمرشحها النائب فرنشي أكدت الكتلة حرصها على تأمين النصاب للجلسة المقررة بعد غد اثنين في واحدة وثلاثين الشهر الحال كما أكدت على ترشيحها لمعالي النائب سليمان فرنجي جدد اللقاء الديمقراطي الذي يتزعم النائب اللبناني ولجملاط بعد اجتماعا في بيروت تبنيه ترشيح النائب ميشيل عون لرئاسة الجمهورية معظم نواب اللقاء أكدوا أنهم سيمنحون أصواتهم ليعون يعني أنا عشت في كل مرحلة من المراحل انتخابات رئاسية صعبة وغدا الاثنين أو بعد غد أيضا سنختم أو أختم إلى حد ما أربعين عاما من حياتي بتصويته للعماد ميشيل عون ما جرى في الماضي في يوم ما سأشرحه لأنه له أبعاد محلية وإقليمية ودولية التقينا في اللقاء اجتمعنا وتشاورنا حول الظروف المحلية والإقليمية وكما صرحت بالأمس فإن غالب اللقاء الدموقراطي سيصوت مع العماد عون كرئيس للجمهورية في نهار التنين في غضون ذلك أنهت دوائر القصر الجمهوري استعداداتها لاستقبال الرئيس اللبناني الجديد مكتب الرئيس وقاعات القصر وباحاته تنتظر انتهاء نحو عامين ونصف عام من الشغور الرئاسي سبق السحفيون الرئيس اللبناني المقبل إلى قصره عادت الضجة إلى أروقة القصر الجمهوري في بلد أمضى نحو عامين ونصف عام بلا رأس للدولة إلى هؤلاء الرؤساء ستنضم صورة الرئيس اللبناني الثالث عشر كان صعب كثير وحتى أثر فينا مهنيا لأنه نحن مش بس منغطي سياسة كمان منتفاعل مع التطورات السياسية وكانت كثير دراماتيكية أنه يتأفل أثر جمهوري يعتبر هو رأس الجمهورية وأنا أول من شبه أسرب عبدة عندما وقع بالفراغ بجمهورية الرأس المقطوعة هنا مكتب الرئيس المقبل الأوسمة البروتوكولية خرجت من الخزائن لتوضع على سترة الرئاسة الأولى كدى اللبنانيون أن ينسوا هذه القاعات حيث يستقبل الرئيس زواره عادة قاعة السفراء وقاعة الثاني والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر وغيرهما اكتمل عديد قوات الحرس الجمهوري بعد إعادتها إلى القصر من مهمات خارجية فرضها الشغور الرئاسي جنود القصر أنهوا استعداداتهم لاستقبال الرئيس الجديد البروفا مثل ما شفتوها نقصت بس النشيد الوطني ورفع العلام اللي هو بتمه فقط بحضور فخانة الرئيس بإذن الله يوم الثاني هذا المشهد من علامات وجود الرئيس في قصره كل شيء بات جاهزا لعهد رئاسي جديد يعود معه العالم إلى ساريته معركة الوصول إلى هذا القصر خلطت أوراق اللعبة السياسية اللبنانية هزت تحالفات وثبتت أخرى في المحصلة يستعيد القصر الجمهوري دورة عمله الطبيعية شيئا فشيئا بانتظار وصول ساكله الجديد لينهي عهدا من الشلل الرئاسي هو الأطول في تاريخ الجمهورية محمد محسن من القصر الرئاسي اللبناني في بعبدة الميادين طلبت أحزاب وجمعيات المغربية بكشف هوية المسؤول عن مقتل باع أسماك طحنته شاحنة نفايات تعمل بضغط الهواء الحدثة وقعت خلال محاولة الباع منع عناصر أمنيين من مصادرة وإطلاف بضاعته بحجة أنها مخالفة في مدينة الحسيمة ونقلت وكالة أنبان عن شهود عيان قولهم إن مسخدما شغل ألطى شفط النفايات بتعليمات من أحد المسؤولين ما أدى إلى مقتل الشاب محسن فكري استشد أربعة أشخاص مصيبة أربعة عشر في تفجير سيارة مفخخة في مدينة بنغازي شرق ليبيا وقال مصدر ليبي إن من بين الضحايا رئيس المنظمة الليبية لمكافحة الفساد الانفجار وقع بالقرب منه لدى خروج من سيارته لدخول مقهى اعتاد ارتياتها ترجمة نانسي قنقر رأت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلار كلينتون أن البريد الذي بعث بمدير الاف بي آي جيمس كومي إلى عدد من عضاء الكونغرس بشأن قضية الرسالة الإلكترونية الخاصة بها أمر غير مسبوق ومقلق جدا ورأت أنه من الغريب أن ينشر شيء من هذا القبيل قبل الانتخابات مع قليل من المعلومات داعية إلى وضع كل شيء على طاولة وهجمت كلينتون منافسة دونالد ترامب مطالبة إياه بوقف التخويف وانتهاك الأعراض وتوقف عن مهاجمة الديمقراطية على حد تعبيرها قال المرشحة الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أن منافستها الديمقراطية لاري كلينتون ستزيد عدد اللاجئين السوريين بنسبة 550 في المئة في حال فوزها وفي خطاب بالنالة في كوليرادو أشار ترامب لأن خطط كلينتون للاجئين ستترك أجيالا من الإرهاب والتضارف داخل البلاد وكذا وجود دلة تثبت أنها مذنبة بشأن الرسالة الإلكترونية التي علنها مكتب التحقيقات الفيدرالية والآن إلى أبرز معنونة بعض الصحف العربية صادرة هذا الصباح مع زهراء ديراني جولة سريعة لأبرز ما جاء في عنوين بعض الصحف العربية نبدأها مع صحيفة الحياة السعودية التي جاء في عنوانها الأول إن كفاء فرنجي يعزز فوزعون في الدورة الأولى حزب الله يفوض بر التفاوض على الحكومة لقطع الطريق على الخلاف بين الثنائي الشيعي المعارضة تخترق معقلاء النظام غرب حلب غرات عنفة لصد الهجوم ومقرين تزور السعودية بعد إيران وننتقل إلى سوريا مع صحيفة الوطن الجيش يواجه عسكريا وإعلاميا ملحمة حلب الكبرى استعاد الفاميلي هاوس ومعارق طاحنة ومعارق طاحنة في منيان وضاحية الأسد وعربات السياسية تصد حرب الشائعات شعبان مستعدون لاستئناف المحادثات إذا كانت المعارضة مستعدة لها موسكو ملتزمون بوقف العنف وبالحرب الحاسمة على الإرهاب وطهران ترحب بدور أوروبي بنى أما في عنوين صحيفة عمان العمانية نقرأ الحجد الشعبي يبدأ عملية قطع الإمدادات عن داعش بالموصل مواجهات عنيفة غرب حلب تخلف خسائر بشرية كبيرة غدا لبنان ينتخب ميشيل عون رئيسا وتشكيل الحكومة مهمة شاقة وإلى فلسطين المحتلة مع صحيفة القدس الكشف عن مخطط لإقامة تجمع استطاني ضخم على أراضي مسحة إطلاق النار على شاب واعتقاله بدعوى محاولته دهس جنود هل يحرك لقاء الدوحة قطار المصالح نحو اتفاق جديد قابل للتنفيذ أقارب ضحايا أسطول غزة الأتراك يريدون مواصلة الدعوة على إسرائيل رغم اتفاق التطبيع وجه انتقادات لأردغان وإلى العراق ننتقل مع صحيفة الصباح الجديد التي جاء في عنوانها الأول مع انطلاق عمليات جنوب غربي نينوى القوات الأمنية تحرر ناحية شورى جنوبية الموصل وترفع العلم العراقية فوق مبانيها انطلاق الصفحات الثانية لعمليات المحور الغربي في الموصل بمشاركة الحشد داعش يعدم مئة مدني في مدينة الموصل أما في عنوين صحيفة الوسط البحرينية فنقرأ الرئيس اليمني يرفض خريطة الطريق الأممية الخارجية الأمريكية تطالب عائلات دبلوماسيها في اسطنبول بمغادرة تركيا وفي العنوين قوات الحجد الشعبي تبدأ هجوما باتجاه غرب الموصل والختام من اليمن مع صحيفة الثورة استهجان واسع لتزييف النظام السعودي للحقائق وإثارة الفتن الطائفية العدوان يرتكب المزيد من المذابح بحق المدنيين ونقرأ الصماد افتراض العدو باستهداف مكة محاولة يائسة لاستجلاب العالم للدفاع عن ورطته غير الأخلاقية استقبل قائد المنطقة العسكرية الرابعة وقادة الألوية وأشاد بالانتصارات النوعية لمنتسبها بهذا العنوان نصل إلى الختام تفاصيل أكثر في آخر طبعة ونحن نعود إلى عنوين النشر نحارب لتحرير بلدنا من القوات المحتلة سواء كانت تركية أو غير تركية الحشد الشعبي يؤكد استعدادها لتصدي لأي تدخل تركي في العراق وأردوغان يحذر الحشد ويعلن تعزيز قواته على الحدود الجيش السوري يواصل عملياته لاستعادة مناطق سيطر عليها المسلحون غرب حلب ويستعيد قرى عدة في ريفها الشمالي يوم النادى من في اليمن سبعون شهيدا بغارات للتحالف السعودي إحدها استهدفت سجنا في الحديدة عشية الانتخابات الرئاسية في لبنان عون يستعد للانتقال إلى بعبدة بعد دعوة منافس فرنجي للاقتراع له بورقة بيضاء للمزيد من الأخبار زور موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت ولمتابعين باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء اشتركوا في القناة